وابدأ من هذا السؤال كيف يصلح امامنا الحجة عليه السلام ما فسد من امور الشيعة في غيبته الكبرى لا ادري هل ان السائل يسأل عن اصلاح الامام صلوات الله عليه لما فسد من امور الشيعته في الغيبة الكبرى هل يعني انه يصلح ما فسد من امورهم في حال غيبته او في حال ظهوره ان كان في حال ظهوره فانني اعتقد ان الامر واضح على الاقل في عموم ما جاء من احاديث الثقافة المهدوية او ما جاء في طوايا ادعية الفرج وزيارات صاحب الامر صلوات الله وسلامه عليه وما فسد من امور الشيعة سيكون حسابه كحساب ما فسد من امور الدنيا حينئذ في حال ظهوره وان كانت الروايات والاحاديث الشريفة تخبرنا بان الامام يبدأ مع كذابي الشيعة اول ما يبدأ به عند ظهوره الشريف فانه يبدأ التعامل مع كذابي الشيعة انا هنا لا اريد ان اتحدث عن ما جاء في الروايات والاحاديث التي تخبرنا عن البرنامج العملي لامام زماننا بالمجمل اقول الامام صلوات الله وسلامه عليه حين ظهوره اولا يجفف منابع المعصية الى اقصحت هذا اولا وثانيا ينشر عدله الى اقصحت حتى ان عدله سيدخل البيوت مثلما يدخل البرد والحر وهذه المعاني والمضامين واضحة في الروايات والاحاديث وقبل كل ذلك فان العقل البشرية سيرتقي والروايات حدثتنا من ان الامام سيضع يده على رؤوس الخلق كي يجمع بذلك عقولهم واحلامهم البرنامج طويل مفصل وليس الحديث هنا عن هذه التفاصيل السؤال كيف يصلح امامنا ما فسد من امر شيعته في غيبته الكبرى قلت قلت اذا كان سائل يسأل عن اصلاح ما فسد من امر شيعته في زمان الظهور فذلك موضوع مفصل واذا كان الحديث عن اصلاح ما فسد من امر شيعته وهو في زمان غيبته فهذا الامر ليس راجعا للامام وانما يعود ويتعلق بالشيعة انفسهم وهذا ما بيّنه لنا امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية الطويلة المفصلة التي جاءت في تفسير امامنا العسكري حين تحدث امامنا الصادق عن شيعة اهل البيت وعن مراجع التخليد عند الشيعة وعدد اوصافهم وذكر الممدوحين وذكر المذمومين وتحدث عن ان كثيرا من الشيعة سيضلون بسبب الكثير من مراجع التخليد عند الشيعة لا اريد ان ادخل في تفاصيل هذه الرواية والذين يتابعون وتابعوا برامج قد استمعوا ومرارا وكرارا لتفاصيل هذه الرواية والبرامج بقضها وقضيضها موجودة على الشبكة العنكبوتية الرواية نفسها ماذا تقول امامنا الصادق يقول لا جرم ان من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام انه لا يريد الا صيانة دينه وتعظيم وليه يقيد له فقيها مؤمنا يقف به على صواب ولا يدعه في يدي ذلك الفقيه والمرجع الملبس الكافر المضمون واضح لطف الامام فيض الامام يصل الى شيعته لكن المقدمات لا بد ان تتحقق في نفس الشيعي ان كان ذلك على مستوى الافراد او كان ذلك على مستوى الامة مثلما جاء في رسالته صلوات الله وسلامه عليه الى الشيخ المفيد والخطاب كان موجها للمجتمع الشيعي وبشكل خاص لمراجع الشيعة حين تحدث عن ان الكثير من مراجع الشيعة ومن علماء الشيعة في ذلك الوقت في زمن الشيخ المفيد الشيخ المفيد متى توفي توفي سنة 413 للهجرة وهذه الرسالة وردت على الشيخ المفيد في ايامه الاخيرة في اخر ايام عمره في سنواته الاخيرة فماذا جاء في رسالة امام زماننا الى الشيخ المفيد والامام يتحدث عن كثير من مراجع الشيعة وعن كثير من علماء الشيعة ممن جنحوا عما كان عليه السلف صالح جنحوا ومالوا الى الاتجاه الناصبي الامام يبين من انهم نبذوا العهد المأخوذ عليهم وكأنهم لا يعلموا تركوه وراء ظهورهم امام زماننا يتعامل بهذا القانون اذا كان المجتمع الشعي او كان الفرد الشعي الشعي على استعداد وهو الذي هيئ المقدمات الامام يتواصل مع قضية واضحة وكلمة الامام الصادق واضحة لا جرم ان من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام انه لا يريد الا صيانة دينه وتعظيم وليه لا يدعه في يد ذلك الملبس الكافر والامام هنا يتحدث عن مرجع تقليد شيعي معروف حين اقول معروف لا اتحدث عن شخص بعينه وانما عن مرجع شيعي معروف لدى الشيعة الشيعة تعود الي لا يدعه في يد ذلك الملبس الكافر وانما ماذا يصنع له يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب هذه رعاية مباشرة وتدخل مباشر من الإمام كلمات واضحة لا يدعه يعني هناك عملية منع الإمام يمنع لا يدعه في يد ذلك الملبس الكافر وماذا يصنع له يقيض عملية تقييط يعني هناك عمل جاد ومباشر ومركز من قبل الإمام العجر الإمام يعمل لكن المانع موجود في نفوسنا نحن إما في الفرد الشيعي أو في المجتمع الشيعي الإمام يصلح ما فسد من أمور شيعته إن كان في زمن الظهور فذلك زمان له قوانينه زمان له خصوصيته وشؤونه وذلك زمان تثنى الوسادة فيه للإمام وحين إذن سيكون الحل الأمثل الكامل هو الذي يتحقق على أرض الواقع لا نتحدث عن هذا الموضوع الذي يبدو لأن سائل يسأل عما عليه الشيعة في زمان غيبته صلوات الله وسلام عليه في زمان غيبته الغيبة لها قوانينها الإمام على أتم الاستعداد أن يتدخل وفي جميع الاتجاهات بشرط أن تكون المقدمات حاصلة في الفرد الشيعي أو في المجتمع الشيعي وهذا هو تكلفنا علينا أن نهي المقدمات سيأتي الجواب كاملا مفصلا ولو أن الشيعة رب على هذه الثقافة لتغير الواقع الشيعي بالكامل لو رب فقط على هذا السطر من هذه الرواية الضعيفة بحسب قذارات علم الرجال والتي جاءت في مصدر ضعيف هو تفسير الإمام العسكري بحسب قذارات علم الرجال لو أن الشيعة ترب على هذا السطر من هذا التفسير الشريف لتغير الواقع الشيعي بالكامل لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه ماذا يصنع له الإمام ماذا يصنع له الله لا يدعه في يد ذلك الملبس الكافر وماذا يصنع له بعد ذلك يعني هناك عملية حماية هناك عملية تطهير هناك عملية الدفاع هناك عملية التحصين لا يدعه هناك تدخل مباشر لا يدعه في يد ذلك الملبس الكافر وماذا يصنع له بعد الحصانة يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على صواب الرواية فيها تفاصيل أكثر أنا لست بصدد شرح الرواية ولكن هذا الجواب يمكن أن يكون جوابا إجماليا لهذا السؤال الذي تلوته على ما ساميوكم